عزمة إخلاء المقر المتقدم في الأحياء الشمالية لمحافظة كاركوك ما تزال تراوح مكانها وسط صمت حكومي عزمة انعكست على حياة المواطنين هنا الذين بدأوا يشتكون من تداعيات قطع الطريق الرابط بين كاركوك وأربيل على أعمالهم ومصالحهم لما خلفه من ازدحامات مرورية خانقة مزاهرة الصوات طريق معالتنا صار ازدحام كعربة معالتنا يترى لا ديروح بالشورة كلها قاطعين كلها خطع ووائرات كلها يعني ازدحام مثل انت تروح بالسيكانية تقيم الساعة ونوز ساعة يلا صار ساعة نفتر بالشرق ندور نروح الطريق الرابط عم اعتصامات سوى اعتصامات سوى سايد واحد لذا واحد يريد روح للرابط لازم ساعة يفتر بالمنطقة يلا يصل لرابط طريق الرابط ساعة ساعة نفتر هنا ثلاث ساعة سوى اعتصامات سوى سايد واحد كل واحدة خليل الجيش واقف ما ادري لا بس ما ادري ما ادري سيطرة ما اكو طريق وان حكومة وان اسخام عمي يتأدي طلاب يؤدي الخاط سياسيون اشاروا الى ان ازمة المقر المتقدم تم تفعيلها قبيل الانتخابات لاغراض الدعاية الانتخابية محذرنا من امكانية تطورها الى صراع قوميا في كاركوكا يعني لا شك لما كانت كاركوكا بعيدة عن اتفاق سياسي يعمل على ادراج هذه المحافظة ضمن صفقات واجدات سياسية تتعلق بالحصول على امتيازات ومكاسب كاركوكا تدخل في خانة الفوضى وفي خانة السراع الداخلي على اعتبارنا مدينة كاركوكا مدينة مكونات وبالتالي اقحام تلك المكونات بتلك الصفقات مراقبون يرون ان اغلب الاتفاقات بين الكتل السياسية الكبيرة في بغداد واربيل تتمحور حول كاركوك ولذلك يتم استخدامها كورقة ضغط في اغلب المناكفات السياسية قضية كاركوكا هي قضية للمساومات يعني مثل ما تعرف عند تشكيل الحكومة تظهر قضية كاركوك عند اجراء الانتخابات او عند اجراء تعداد سكاني تظهر قضية كاركوك عندما تأتي الى تشكيل الحكومة تظهر قضية كاركوك قضية كاركوك لحد هذه اليوم لا يوجد رؤية حقيقية واتفاقات سياسية بين الكتل السياسية اولا ومن ثم يعني بشكل عام لا يوجد اتفاق سياسي على حل قضية كاركوك وتشير مصادروا الى ان اتفاق تشكيل الحكومة الحالية من اعتلاف ادارة الدولة تضمن بندا ينص على اخلاء 33 مقرا في كاركوك لصالح الحزب الديموقراطي الكردستاني لليوم الخامس على التوالي يستمر اعتصام الرافضين لاخلاء المقر المتقدم الذين يعتقدون ان هذا يعد مركزا لحفظ الامن والقانون في كاركوك من امام المقر المتقدم في كاركوك سعدون السلطان الحرة